لذلك الرأي بكل أمانة وثقة واقتدار ورقمتنا الأنجاز تلقنا بارتياح كبير رسالة الملكية لرئيس الحكومة لوجهها جلالة الملك بخصوص مراجعة شاملة وجذرية لمدونة الأسرة رغم أننا نحن حملين هذا المطلب وكانت منه أن هذا المطلب يرقى نقاش عمومي ليكون رازين طبعا كان الهيئات المتدخلة في مراجعة المدونة اعتبار للتغارات التي تطرحها تطبيق هذه المدونة واطبار أيضا لضعف الآليات تطبيق بند المدونة إذن نطالب بمراجعة شاملة لمدونة بدءا من لغتها فمضامينها في من أهدافها أيضا كنعرف على أن زوج القاصرات هذا تعتبر من جملة العنف الممارسة على الفتيات واللي يجهز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتقافية للفتيات والنساء أيضا العنف تحايل على تعدد زوجات على النفقة والحضانة والطروة الأسرة تقاسم ممتلكات هذه الأسرة هذه المطالب كلها خلقت واحدة جزاك بيرا في المجتمع المغربي وفي مواقع التواصل الاجتماعي وكانت بشكل عدواني أحيانا يجهز على القانون ويجهز أيضا على حقوق النساء ويكرس تمييز ضد النساء فلا يعقل أننا تنشوفوا قبل ما تجتمع اللجنة اللي كونها جلالة المالك خرجت أحكام على أن المدونار سيتخول النساء أنهم يستولوا على التروة ديال الرجال وكأن جميع الرجال المغاربة أثرية وأن جميع المطلقات سيستحوذنا على تروة الأسر أيضا بالنسبة للمجموعة الأمثال المجموعة النكات القصاص اللي كتكرس تمييز ضد النساء وهذا كان نعتبره حنا جرم في حق المجتمع حنا المطلب ديال المراجعة شاملة المدونار لم يأتي من فراء وإنما جاء من ملفات هناك ملفات في المحاكم والملفات اللي عندنا في شبكة مركز النجدة اللي كتبين إلى أي حد أن الأحكام صادرة في حق النساء المطلقة أو النساء في حالة شقاق مع الأزواج كيعانيوا ما كناش واحد الآلية اللي كتدبط النفقة والميزانية ديال النفقة والحضانة أيضا بالنسبة للسكن حينا كنلاحظوا على أن الزوج عنده بنايات ولكن كنت تحكم المرأة بتعويض مالي اللي ما كيواكبش التحول الاقتصادي اللي كين وما يمكنش باتلان على سبيل المثال أن 300 درهم تكري المرأة عند جوش الأولاد لثلاثة الأولاد في مدينة سياحية بحال المدينة أقدير إذن كنشوفوا معدم مراعاة المصلحة الفضلاء للطفل إذن أيضا هذا مطلب مراجعة شاملة لا الأغلابية الساحقة ليس حالة معزولة أغلابية الساحقة أن الأحكام الميزانية المرصودة للإحكام تكون غير متلائمة مع المستوى الاقتصادي اللي كتعيش المدينة وللي كتعيش الأسرة أيضا مطلبنا لمراجعة شاملة وجدريا مدوعة الأسرة لملاءمتها مع الاتفاقية الدولية التي صادقة عليها المغرب اتفاقية سيدو واتفاقية حقوق الطفل وأيضا لمراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي كتعيش الأسرة والتحولة النساء تبوعنا مكانة هامة كثير من الوظائف ورغم ذلك لا زال العنف مكرس للطهن ولا زال تمييز مكرس للطهن إذن نحن نطلبه بنقاش رازين لا على مستوى الإرت ولا على مستوى البنوة المدوانات للأسرة باش يخرج عندنا قانون قادر أنه يضمن توازن المجتمعي ربما أبرزها قضية الولايات كالقوا كثير من النساء اللي كيوقع مشكيل مع الزوج كتلقى الزوجة هي اللي كتكفل بالوليدات ديالها كل ما كيتعلق بالمصاريف ديالهم بالتمدروس ديالهم بالطبيب ديالهم بالرعاية ونهار تيكون مثلا محتاجة لشي وثيقة أو غيرها يستلزموا حضور ديال الزوج هذا الزوج اللي غائب غائب في حياة ديال هاد الوليدات علش هاد الأم اللي هي قدرت تكفل بهاد الوليدات قدرت باش تتقوم برعاية ديالهم علش من تكون هاش تتقى فيها وتعطاها هاد صلاحي أنها تكفل بوليداتها وبالتالي حتى هاد جانب ديال ديال تعامل مع الإدارات وغيرها اللي كتتعلق بوليداتها أنها وربما كل شيء يتبع المجتمع المغربي يعني قضية ديال الممتلال هيني اللي أنه مع طالق ديالها وغيرها واللي كانت تطالب أن من حقها مادم هي اللي متكفل بهذاك الوليد وقيمة بكل ما كيتعلق به أنه من حقها كذلك تمارس حقوقها في هذا الجانب قضية ديال نفقة اللي ما زال للأسف لا ترقى المستوى اللي تقدر توفر وحل الحماية نفسية واجتماعية لهاد نساء والوليدات ديالهم اللي كيكونوا تحت الكنف ديالهم ويعني البيت المحضون كذلك احنا كتير من النساء اللي تيجي هنا مطردين بيت الزوجية الزوج تتلقى عنده إمكانيات وعنده بيت لي قدر يخلي هاد الزوجة فيه وهاد الوليدات حتى كي تحل هاد المشكل بيناتهم وبالتالي لأنه كما قلنا منك يوقع المشكل داخل الأسرة لما كتأديش الكلفة دياله هادك الزوج وهاديك الزوجة من كي يتفارقوا بيناتهم ولكن كيكونوا الضحية كذلك ديال الوليدات من كيكونوا في كيوليهم الشارع وردها المجموعة من المشاكل ومجموعة من أشياء اللي تقدرت تضمر حياتهم النفسية والاجتماعية بذلك الرايا بكل أمانة وثقة واقتدار وراكمتنا الانجاز تلوى الانجاز تسبتنا بذلك احترام المجتمع المريض بحيث ساهمتنا ترجمة نانسي قنقر